بسم الله الرحمن الرحيم سؤال اليوم هو متى فرضت الزكاة؟ يعني في أي سنة فرضت الزكاة؟ زكاة الفطر والزكاة بوضع نعام زكاة الأموال، زكاة العرض، هكذا اختلف في أول وقت فرضت فيه الزكاة يعني في أي سنة فرضت فيها الزكاة ولكن ذهب الأكثر من العلماء إلى أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة السنة الثانية من الهجرة والأكثر على أنها فرضت بعد الهجرة بعد وقوع الهجرة والهجرة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجرة من مكة إلى المدينة كلمة الهجرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجرة من مكة إلى المدينة دليل يبين أن الزكاة فرضت بعد الهجرة والأكثر لا يعلم هذه المعلومات أو لا يعرف هذه المعلومات فحاول أن تنشر هذه المعلومات وأن تركز معنا وأن تحفظ معنا طيب الحديث يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه يعني أبركه أو أقعده يعني أو أنزله في المسجد ثم عقله يعني ربطه ثم قال لهم يقول للصحابة الذين جلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم أيكم محمد والنبي متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا رجل أبيض المتكئ يعني أنس بن مالك يقول فقلنا هذا رجل أبيض المتكئ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض فقال له رجل يابن عبد المطالب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يابن عبد المطالب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك لا تجد عليا في نفسك يعني لا تغضب علي فقال سل عما بدلك فقاله النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدلك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم يعني يؤكد له يقول يا الله يعني يؤكد له الأمر اللهم نعم وليس الدعاء تأكيد للأمر قال أنشدك بالله الرجل يقول أنشدك بالله يعني أسألك بالله أه الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا اللهم نعم قال أنشدك بالله يعني يسألك بالله أه الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله أه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به يعني آمنت بما جئت به يا محمد يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالقرآن يؤمن بالإسلام يعني دخل الإسلام قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر الملحوظة هنا كان قدوم ضمام هذا الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في سنة خمس من الهجرة في سنة خمس من الهجرة طب سأل عن ايه؟ عن الزكاة طب هو سامع بيها ولا لا عشان كده سأل عنها؟ سامع بيها اذا هي وقعت قبل سنة خمس من الهجرة عشان كده اكتر العلماء قال انها وقعت سنة خمس من الهجرة وده الراجح انها وقعت قبل سنة خمس قبل سنة خمس من الهجرة الرجل جاي يسأل عن الزكاة سامع عنها وطبعا زكاة الفطر اتفرضت قبل زكاة الأموال قبل الزكاة بوجود نعم فرضت زكاة الفطر نقوله الدليل ده للوقتي طيب يبقى كده زكاة الفطر فرضت قبل سنة خمس من الهجرة وزكاة الأموال أيضا قبل سنة خمس من الهجرة تمام تمام الدليل التالي الدليل الثاني على أن الزكاة فرضت بعد الهجرة اتفاق العلماء على أن الصيام يعني صيام رمضان إنما فرضت بعد الهجرة فرضت بعد صيام رمضان لأن الآية الدل على فرضياته يا أيها الذين منوا كتب فإذا من شادوا منكم شر الآية في صورة البقرة كانت آية مدنية بلا خلاف الآية دي آية مدنية يعني وقعت بعد الهجرة نزلت بعد الهجرة نزل بها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة تمام تمام ملحوظة هنا حديث ضمام تكلم عن الزكاة بوجه عام طيب وكان الحديث سنة خمس وضمام سامع بالزكاة قبل ما جئه للنبي صلى الله عليه وسلم ودي المعلمة دي قلناها طيب هناك دليل يبين أن زكاة الفطر زكاة الفطر دي اللي هي بتكون في رمضان تمام اللي هي زكاة اللي هي بتدفع اللي هي قبل خروجك لصلاة العيد من أول مغرب الفرضية بتاعتها الوقت الفرض أول ما المغرب مغرب آخر يوم آخر ليلة من رمضان ده إلى صلاة العيد هنا الوقت ده الفرضية ده الفرض أما خرجتها قبل كده مفيش مشاكة عم نتكلمه الوقت اللي هو خلاص ده فرض بقى عليك تمام تمام اللي هي لو بعد الصلاة تبقى صلاة كمشاة تبقى زكاة الفطر طبعا كله عارف كده طيب هناك دليل يبين أن زكاة الفطر فوضت قبل زكاة الأموال إيه الدليل ده كلمش كلامه خلاص عن قيس ابن سعد ابن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت فرضية الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعله الحديث هذا صححه الألباني طيب يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر زكاة الفطر يعني وتسمى صدقة الفطر عادي قبل أن تنزل الزكاة زكاة بواجهة عام فرضية الزكاة يعني ثم نزلت فرضية الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهانا طيب هذا دليل على أن صدقة الفطر فرضت قبل فرض الزكاة طيب هل السؤال برضو الثاني هل وجبت زكاة الفطر بوجوب زكاة الأموال عامة أم وجبت منفردة طيب القول الأول قولان القول الأول أنها وجبت بما وجبت به زكاة الأموال الذي في الكتاب والسنة لعمومها في الزكاتين وهذا قول القول الثاني أنها وجبت بغير ما وجبت به زكاة الأموال وأن وجوبها سابق لوجوب زكاة الأموال يعني قبل زكاة الأموال لحديث قيس بن سعد المذكور اللي احنا قلناه وهو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة قولين يعني أنت أقول لك قولين لأنت بتختلفش مع حد في البعض قال أنها واجبت بما واجبت به الزكاة والقول الثاني أنها واجبت بغير ما واجبت به زكاة الأموال يعني واجبت بالسنة وطبعا السنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ينطق عن الله سبحانه وتعالى طيب السؤال الثالث في حلقة اليوم وفي حضرة اليوم هل وجبت زكاة الفطر بالكتاب أم بالسنة نحن نقوله بالسنة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى طيب إيه يعني لا ينطق من هوى ينطق بما يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليه الوحي قيل أنها وجبت بالسنة لحديث قيس بن سعد المذكور الذي قلناه وهو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة وبعد حديث أخرى وقيل أنها وجبت بالقرآن وإنما السنة مبينة لما وجبت به بالقرآن تمام برضو بعض المعلومات التي لابد أن تعلمها وحاول أنت ترتقي بفكرك يعني أنت ما تقولش المعلومات دي صعبة عليها وإحنا بنتكلمه دولة تقول المعلومات صعبة عليها لا أنت حاول تخش في الصعب ده وتبحث عن الصعب وتحول تفكر وترجع زي ما إحنا كنا بنعمله ترجع الكلام مرة واتنين وتلاتة زي ما كنا نحضر الدرس مرة واتنين وتلاتة مع أننا حضر بس باخد معلومة معلومة والمعلومات الصعبة تبدأ تتحل قدامي وتتفكي كده أبدأ المعلومة تخش في دماغها بأعرفة أعرف أنقلها للناس يا توقف ميزان حسناتي أعرف أستفيد بها أولا قبل أنقلها للناس وتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى معلومات الدينية وأبدأ أنقلها للناس فإنت ما يكون معلومات صعبة ما تقفلش الدرس وتقولها دي معلومات صعبة عليها لا حاول اللي أنت يسمعه وتجيب مرة واتنين وتلاتة المقطع وتسمعه مرة واتنين وتلاتة وتسأل مرة واتنين وتلاتة وتجيب كتب مختصة بالكلام ده هتلاقي ملكة الفهم عندك واسمه الفهم مش الفهم هتلاقي ملكة الفهم عندك بدأت ترتقي وترتفع تبدأ اللي أنت إيه تستفيد من قدرات عقلك قال الله سبحانه وتعالى وقد كرمنا بالإيئة ده من ضم التكريم ده كرمه بالعقل فالعقل بتاعك مليان قدرات العلماء مهما بحثوا في القدرات دي العلماء المختصين بالمعلومات عن العقل ومحاس على العقل بش يعرفه يجيبوا قدراته من معجزات ربنا سبحانه وتعالى طيب الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بنية الإسلام على خمس شهادة قال لا إله إلا الله وانا محمد رسول الله دي واحدة يقام الصلاة يتاء الزكاة الركن الثالث وطبعا دي أعمدة شوف أول حاجة يقام الصلاة أعمدة انت لما في عمود بيقع البيت بيقع بيتهدد انت قوع تخلي بالك خمس أعمدة دول قام أول حاجة يقام الصلاة شهادة قال لا إله إلا الله وانا محمد رسول الله المفتاح يقوم الصلاة تأي الزكاة الحج صوم رمضان تمام والحد هنا لمن استطاع إليه سبيلة معك فلوس معك مقدرة تذهب صحة وفلوس هكذا كلمة الزكاة جاءت من النماء في اللغة زكاة الزرع أي نماء تمام طيب وجاءت برضو بمعنى التطهير خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها ماشي طب جاءت معنى التطهير وبرضو في الشرع جاءت معنى التطهير طيب في الشرع بقى الإسلامي النماء جاءت بمعنى النماء الزكاية جاءت معنى النماء طب ليه بمعنى النماء بقى في الشرع طيب الإنسان عندما يتصدق ويزكي يزداد نصيبه عند الله نماء ينمو نصيبه عند الله من الحسنات والأجري تمام وعندما يخرج الإنسان المسلم الزكاة فيزداد نماء في ماله ماشي ما نقص ماله من صدقة طيب قال رسول الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة وما نفقته من شيء فهو يخلفه وجاءت معنى تطهير تطهير الإنسان الذي يزكي تطهير قد أفلح من زكاها طيب وتطهير مال الإنسان الذي يزكي طيب كده تكلمنا بعض الأسئلة وردين عليها حاول أنت تاخد المعلومات دي وتسمع الدرس مرة واثنين وثلاثة عشان تفهم متى وجبت الزكاة في الإسلام عندما تسأل تقول الأكثر العلماء أنها فردت في السنة الثانية من الهجرة يعني هجرة هجرة هنا بالسلام من مكة إلى المدينة والدليل تقول الحديث بتاع ضمام وتبدأ اللي انت تعرف أنه تفرض الأول زكاة الفطر والزكاة بوجه نعام زكاة الفطر هكذا تبدأ اللي انت ايه اللي انت يبقى أول حاجة لو احنا عايزين كده الراجح عندنا متى فردت متى فردت شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة شهر رمضان ها بعدي ايه في نفس السنة برضو زكاة ها على أكثر أكثر أكوال العلماء يعني زكاة الفطر بعكية زكاة الأموال مترتبة بصة أخدنا الترتيب في الآخر ازاي يبقى إذن انت تعرف المعلومات دي وما تقولش برضو عايز أقولك الكلمة دي ما تقولش درس صعب درس كذا حول لانت ترتقي بملكة الفهم عندك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأنقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا أنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته